لو طالها سيدي ولي عهديك على النهجر بالله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعين الأعزاء في كل مكان أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في ميدان سباقات الهجن العربية العصيلة في الشحانية ينطلق الشوط الثالث للثنايا البكار لمسافة الست كيلو مترات متمنيا لهذه الشعارات التوفيق ومتمنيا لهذه الأسماء الكبيرة كل التوفيق في سن الثنايا إذن انطلق شوطا رئيسيا للثنايا البكار والثنايا القادان وها هو الشوط الثالث المخصص للثنايا البكار ينطلق بعون من الله وبرعايته وبجهود اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية العصيلة هذه الشعارات تنطلق متمنيا التوفيق لكل المشاركين ست كيلو مترات مشاهدينا ومتابعين الأعزاء تنتظر هؤلاء المشاركين من أسماء ملاك ومن أسماء مضمرين ومن أسماء هجن مشاركة في هذه الشوط ولكن التبديل لا يزال على المركز الأول والتغييرات لا تزال تنهال على المركز الأول نحن في الكيلو متر الأول نقطع لوحة الكيلو متر الأول وننتقل إلى المركز الأول الضبي لحمد بن حسين بن جرحب ينطلق مع الضبي على صدارة هذا الشوط الله يا بن جرحب يتمسك بالأمور من الانطلاقة ومن الكيلو متر الأول المركز الثاني شقة للسيد راشد بن سالم بن مسعود المري ينطلق معه شقة على ثاني المراكز الدور دور المركز الثالث زعامة المبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري ينطلق مع زعامة على ثالث المراكز الدور دور المركز الرابع السيلية للسيد مصفر بن سفران المري ينطلق مع السيلية على رابع المراكز والمركز الخامس الضبي لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري ينطلق مع الضبي على خامس المراكز وهذه نتيجتنا الأولى وهذا النداء الأول أكملناه إلى حضراتكم وإلى مسامعكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء عبر قناة الهجن العربية الأصيلة إذن ننطلق مع الصدارة ونعود للضبي الضبي على المركز الأول ونعود لحمد بن حسين بن جرحب الذي ينطلق نعود للمنطلق ونعود للمندفع بن جرحب على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط الثالث الشوط المهم الشوط الكبير الثناية شوط الثناية شوط الثناية أمولع شوط الثناية اليوم أمولع في هذا المساء في أشواط العامة إذن المركز الأول الضبي والمركز الأول حمد بن حسين بن جرحة بالمري المنطلق والمندفع الدور دور المركز الثاني هناك الوجبة الوجبة هو أول ندال الوجبة لسيد جار الله بن محمد بن عقيل المري ينطلق مع الوجبة وأول ندال الوجبة وبالتوفيق رعي الوجبة بالتوفيق المركز الثالث هناك التقدم من قبل الشبلة للسيد محمد بن علي بن عظيبة والمضمن له راشد الزكيبة ينطلق مع الشبلة على ثالث المراكز انطلاق موفق لي للشبلة والمركز الرابع ونالك التقدم من قبل شقة لراشد بن سالم بن مسعود لا يزال هادي الأعصار لا يزال مهدي ولا يزال بالانتظار بن مسعود على رابع المراكز المنطلق مع اللي هي شقة بن مسعود راشد بن سالم المركز الخامس والدور دور المركز الخامس زعام أهل مبارك بن حمد بنت ريحيب بن نايفة لا يزال بن نايفة على مركز الخامس تراجع بن نايفة يبدو لي إلى خامس المراكز يشد الحيل يا أخويا بن نايفة شد الحيل تراها ست كيلو مترات تراها ست كيلو مترات خلونا نشوف التغيير هناك تغيير جرى وطرى على المقدمة ويبدو لي أن الشبلة الشبلة للسيد محمد بن علي بن عظيبة انطلق مع الشبلة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط مع راشد الزكيبة المضمر الذي يقود الشبلة في عملية التضمير وهو اللي يقوم على عنايتها وعلى رعايتها التامة اللي هو سيد راشد الزكيبة ينطلق مع الشبلة الشبلة في شوط الثناية على المركز الأول وعلى الصدارة هي من تنطلق ومن تندفع المركز الثاني هناك الوجبة لجار الله بن محمد بن عقيل المري مع الوجبة على ذلك المراكز وهذا الشعار الجميل وهذا الشعار العملاقة المنطلق مع الوجبة لجار الله بن محمد بن عقيل المري والمركز الثالث الضبي لحمد بن حسين بن جرحة بالمري ينطلق مع الضبي ثلاثة سوبرستار ثلاثة سوبرستار على المقدمة المركز الرابع المركز الرابع هناك شعار بن مسعود شقة لراشد بن سالم بن مسعود المري على رابع المراكز ويبدو لي بن نايفة بمر يبدو لي بن نايفة بمريا بن مسعود ايضا المركز الرابع شقال راشد بسالم بن مسعود المري والمركز الخامس هناك زعامة للسيد مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة ينطلق مع زعامة على خامس المراكز وهناك اسماء خطيرة وهناك شعارات خطيرة يبدو لي انها متواجدة على المركز السادس والسابع ولكن حذرا يا جماعة النداء للخمس المراكز الاولى فمن يريد النداء فليتقدم يبدو لي هنا واحد استجاب للنداء وهو انطلق مع سعدية عبيد بن شينان دخل اللائحة ودخل لائحة الخمس المراكز الاولى يسعد لمساك يا بن شينان واهلا ومرحبا بك في قائمة الفائفستار نعود الى الصدارة ونعود الى المركز الاول هناك التقدم من قبل اللي هي الشبلة محمد بن علي بن عظيبة لا يزال متمسكا في الصدارة واثنين كيلو مترات تفصلنا عن نهاية هذا الشهوض ونهاية هذه المسيرة ونهاية هذه الانطلاق مع الشبلة الله 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 الشبلة والله على هذا الاندفاع والله على هذا العرض المميز الجميل من قبل الشبلة لسيد محمد بن علي بن عظيبة والمضمر له راشد الزكيبة ينطلق مع المركز الاول مع الصدارة المركز المطلوب المركز المنشود اللي هو المركز الاول ما حد يبي غير المركز الاول انا ما حد يقولي انا امدخل تجربة ولا امدخل اني اشوف البكرة ولا اشوف لكل اني يبي المركز الاول وانا راهن ما في حد ما يبي المركز الاول وبن عظيبة على المركز الاول المركز الثاني الوجبة جار الله بن محمد بن عقيل وبن عقيل يبي المركز الاول المركز الثالث الضبي لحمد بن حسين بن جرحب وحمد بن حسين بن جرحب يبي المركز الاول المركز الرابع هناك السعدية عبيد بيشينان يبي المركز الأول المركز الخامس هناك بن مسعود وشقة لراشد بن سال بن مسعود وبن مسعود يريد المركز الأول وهذه الخمس المراكز الأولى الطامحة للمركز الأول ولا يزال ابن عظيبة على المركز الأول كل يشوفك يا ابن عظيبة وكل يريد هذا المركز منك يا ابن عظيبة وبالتوفيق سير يا ابن عظيبة إلى المقدمة وإلى الصراع وكيلو الصراع وكيلو الامتحان قرب قرب من بقص الشريط من بقص الشريط من عظيبة بطل الكيلو متر رقيل وبطل الجهاز وبطل الأمور وعطى النداء وعطى التعليمات من عظيبة اللي هو راشد الزكيبة وانطلق إلى المركز الأول واندفع إلى المركز الأول ويا هذا الصمود صامت صمود الجبال السعودية ابن عظيبة على المركز الأول يا سلام على هذا الاندفاع ويا سلام على هذا العرض الجميل رائع يا ابن عظيبة والبكرة رائعة يا ابن عظيبة انطلق في الصدام عشر على أشكر عشرة أشكرك يا أخوي أشكرك عشرة على عشرة انطلق ابن عظيبة على المركز الأول والمناوشات والإزعاج الإزعاج والضغوط لا تزال تستمر من قبل السعودية العبيد بن شينان وصل والسعادية وصلت وصلت السعادية يا سلون بيتجاوز لحظة التجاوز ونعطيك ال 5 ستار وال 10 ستار الله 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 300 متر وخلاص 300 متر فعلا السعادية اعبد من شنان 10 ستار وال 20 ستار وال 30 ستار في هذا الشوط الثالث للثناء البكار في مسابة ال 6 كم يا السلام على هذا الاندفاع واشكرك يا عبيد يا بن شينان على هذا العرض الجميل وعلى هذا الأداء المتميز باموس والتهاني مقدمة للسيد عبيد بن شينان المري على عرض السعادية المبدع المركز الثاني كان من نصيب الشبلة للسيد محمد بن علي بن عظيبة والمركز الثالث من نصيب اللي هي شقالي راشد بن سالي بن مسعود المري المركز الرابع كان من نصيب الضبي حمد بن حسين بن جرحة بالمري وخامس المراكز كان من نصيب غزلان مسحا عندي مسحا عندي غزلان السيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين تهانينا والنموس مشاهدين ومتابعين العزاء لهؤلاء الملاك الذين رفعوا راية التحدي في مسافة الست كيلومترات وأحيي ويسعد لي مساك يا عبيد يا بن شينان على هذا الانتصار المميز وعلى هذا الركض الجميل وهذا الرقص الشحاني الأصيل في ميدان الشحانية للسعودية العائدة ملكية العبيد بن شينان قطعت المسافة تسع دقائق عشرين ثانية وتسع أجزاء من الثانية تهانينا يا أخو يا عبيد يا بن شينان المري المركز الثاني كان من نصيب المركز الثاني كان من نصيب الشبلة الشبلة اللي أدت أداء مميز وعرض يشكر عليه سيد محمد بن علي بن عضيبة ويشكر عليه المضمن له راشد الزكيبة الشبلة قطعت المسافة تسع دقائق اربعة وعشرين ثانية واجزئين من الثانية تهانينا يا أخو يا محمد بن علي يا بن عضيبة المركز الثالث كان من نصيب شقة شقة قطعت مسافة ست كيلو مترات بتسع دقائق وستة وعشرين ثانية وخمس أجزاء من الثانية تهانينا لسيد راشد بن سالم بن مسعود المري أشكرك يا بن مسعود على هذا المركز المتقدم هنا مشاهدين الكرام